لو انت كنت بتستخدم برنامج من برامج الزكاء الاصطناعي اللي لو انت كتبتلها نص او كلمة بتحولك النص ده لمجموعة من الصور فانا حابب اقول لك بلاش تستخدم البرامج دي التاني لان انت بنفسك تقدر ان انت تعمل البرامج دي ايوه انا بقى عن الكلمة اللي انا بقى اقولها انت تقدر ان انت تبرمج وتعمل برنامج زي كده برنامج بحولك النص اللي انت بتكتبه ايا يكن لمجموعة من الصور كل ده من خلال الاتش تيميل والسي اس اس والجاباسكريبت فقط لا غير وتعالى دي بقيت لما نشوف البرنامج اللي احنا هنعمله ان شاء الله مع بعض البرنامج ده تقدر ان انت هتكتب هنا اي كلمة انت عاوزها فممكن اقول لك مثلا تطلع لي صورة القطة مثلا القطة دي مثلا لبسة امي ساخدر حاجة يعني مش هتفرق تمام وهضغط هنا على فطلع لك دلوقتي صور لقطة القطة دي لبسة امي ساخدر والنص اللي انت تكتبه هنا سواء منطقي او مش منطقي يعني على فكرة انا ممكن اقول لك دلوقتي انا عاوز مثلا وردة حمرة مثلا يعني والوردة دي مثلا تكون قدام مثلا برج ايفل فهضغط لك هنا على طبعا اكتب هنا اللي انت عاوزه وهو بناء على اللي هيفهمه منك هيبدأ هو يطلع لك الصور اللي موجودة عندك هنا طيب انا دلوقتي محتاج ان انا او عاوز ان انا اعمل الفكرة دي اعملها ازاي انت هتفتح او محرق الاكواد اللي موجودة عندك ايا يكن وايه هتعمل ملف انا هعمل ملف هسميه انديكس دوت اتش تي ام ال وهتعمل ملف سي اس اس انا هعمل ملف هسميه ستايل دوت سي اس اس وهتعمل ملف جافا سكريبت انا هعمل ملف هسميه سكريبت دوت جي اس وهنروح عندنا في ملف الاتش تي ام ال وهنعمل علامة التعجب اللي لو انا ضغطت فيها على انتر هتبني لي صفحة اتش تي ام ال بسيطة بالشكل اللي قدامك ده انا همسح السطرين دول وهبدأ دلوقتي ان انا اربط الصفحات دي ببعض اول صفحة انا هبدأ ان انا اربطها هي صفحة فهروح عندك هنا في في المكان ده وهعمل هنا واسم اللينك اللي لو انا كتبت هنا في الاتش ريف مصار ملف الستايل هيربط لي الملفين دول ببعض فانا هقول لك بما ان الملفين جنب بعض فانا هكتب اسم الملف هنا ببساطة شديدة وهنروح هنا وهنربط ملف الجافا سكريبت فهكتب لك هنا واسم الاسكريبت وهجيلك هنا واكتب لك هنا اللي برضو بكتب لها مصار الملف وبما ان الملفين جنب بعض فانا هكتب اسم الملف بالشكل اللي قدامك ده وكده احنا ربطنا الملفات بتاعتنا ببعض طيب انا هروح هنا على ملف الاتش تيم ال وهبدأ دلوقتي ان انا افتحه فهدوس على كليك يمين سم اوبن وز لايف سيرفر ممكن ان انت تفتحه من خلال ان انت تضغط على ملف الاتش تيم ال عادي جدا تمام طيب اول حاجة هنبدأ ان احنا نعملها هو ان احنا هنعمل عندنا التايتل اوف زا برو جيكت تمام العنوان بتاع المشروع بتاعنا العنوان اللي هو بيظهر عندك هنا اول كلمة اللي بتكون موجودة عندك هنا فهنروح عندنا هنا وهنعمل مسلا هنا اتش تو وهنكتب مسلا فيه اي 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 ايميجيس جي ني ري تور تمام فهتظهر عندنا بيه الشكل ده محتاجين فيه تاني خطوة ان احنا نعمل المكان اللي بتظهر فيه الصور بتايتنا فهنروح عندنا هنا وهكتب لك بس تعاليقه علشان ايه تكون فاهم احنا هنعمل ايه بالزبط فهكتب لك هنا او مسلا المكان اللي بتظهر فيه الصور بتايتنا تمام انا بعمل التعليقات دي علشان تكون فاهم احنا هنعمل ايه بالزبط والمكان ده ببساطة هيكون عبارة عن لأكتر ولا اقل ممكن بس اصدله هنا كلاس مسلا اسمي الكلاس ده مسلا او ممكن ان انت تسميه بالاسم اللي انت عاوزه طبعا انا مش هكتب في اي حاجة لان البساطة الصور دي انا هجيبها به تمام لما نبدأ ان احنا نشتغل ان شاء الله هنبدأ ان احنا نضيف عندنا الصور في اللي قدامك ده فانا هسيبه فوضع عندك بالشكل ده واخر خطوة عندنا في الملف بتاعنا هو ان احنا هنعمل عندنا المكان اللي بندخل في البيانات اللي هو والزر بتاعنا فهجي لك هنا وهقول لك انا دلوقتي مسلا محتاج ان انا اعمل مكان الانبوت او مسلا مكان البرومت تمام فانا هعمل لك هنا ديف مسلا وهديله مسلا كلاس مسلا الكلاس ده سميه برومت وجوه الديف ده انا هعمل لك هنا الانبوت اللي هو المربع اللي احنا بندخل في البيانات وهيكون من نوع تيكست وهيعمل لك هنا الزر بتاعنا الزر ده انا هكتب لك فيه جينيريت وبس كده احنا دلوقتي خلاص خلصنا الاتش تيميل تعال دلوقتي لما هندخل عندنا في دلوقتي ده هو الشكل اللي قدامي تعال كده لما نجيب عندنا كل العناصر اللي موجودة عندنا ونشيل منها البادنج ونشيل منها المرجن. فهكتب لك بادنج سفر وهكتب لك هنا مرجن سفر. تمام? فيكون عندك بالشكل اللي قدامك ده. تعال برضو لما نكتب عندنا هنا فونت فاميلي او نوع خطوط تسري على كل خطوط المشروع بتاعنا. فمسلا انا هكتب لك هنا نوع الخط المشهور اللي هو ممكن ان انت تكتب النوع اللي انت عاوزه. فده الشكل اللي هيكون قدامي هنا بالمنظر ده. ممكن على فكرة ان انا اجيب هنا البراوزر. وافتحه عندك هنا علشان تكون شايف عندك كل حاجة. تمام? علشان اي ان يكون شايفين كل حاجة واحنا بنشتغل. انا دلوقتي محتاج ان انا اوصل للبادي ودي له باك جراوند بلون غامق شوية. فهعمل لك هنا باك جراوند كالر. وهكتب لك هنا اللون اللي قدامك ده. الدرجة دي انت ممكن ان انت تحطها او تغير الدرجة دي زي ما انت عاوز. كمان برضو انا محتاج ان العناصر دي تكون في النص. دلوقتي انا عندي هنا العناصر دي كلها في النص ولا في الشمال ولا في اليمين. ولكن الكلمة اللي قدامك دي موجودة عندك فوق والصور في النص والانبوت والزر اللي عندك تحت. فانا عاوز اعمل نفس الفكرة بالزبط. العناصر دي تكون كلها في النص ولكن الكلمة تكون فوق والصور تكون في النص والانبوت والزر يكونوا تحت عندك هنا. فتعالى دلوقتي لما نعمل عندنا نفس الفكرة دي. فهقول لك انا هستخدم الديسبيليه فيليكس. الفيليكس ببساطة جابت لك كل العناصر جنب بعض. هقولك لا انا مش عايز كده انا عاوزهم يكونوا فوق بعض. فهستخدم عندك الفيليكس دايريكشن او اتجاه الفيليكس بتاعك خليه عندك يكون كلهم يكونوا فوق بعض. فيكونوا عندك بيء الشكل ده. الكلمة عندك هنا ولو فيه صور كنت هتكون عندك في النص والانبوت والزر هيكونة عندك تحت. طيب انا محتاج انه هم يكونوا في النص ليكونوا في الشمال. يكونوا عندك هنا في المكان دا في النص. فهستخدم عندك and line items وخليها عندك هنا center. فيها انتكونوا عندك في النص. طيب اخر خطوة انا محتاج ان الكلمة تكون عندك فوق والصور تكون عندك في النص والانبوت ويء الزر يكونوا عندك تحت. ودي البساطة انا بعملها من خلال وبدلها قيمة ال çocuk holiday content ولكن مش هتشتغل. لما اكتب عندك قيمة الم缘 عواند مش ه 힘عمله لان بساطة المفروض انه تول الباضي يكون عندك مية في المية من تول الشاشة بتاعتك علشان تقدر ان انت تقسمهم عندك على تول الشاشة بتاعتك فيقول لك انا محتاج انه تول الباضي يكون عندك مية مياني يعني يكون تول الشاشة اللي موجود عندك وبكده بما ان انت خليت تول الباضي يكون عندك م low الشاشة يبقى الخاصية دي هتبدأ ان هي تشتغل وصلت طيب حلو جدا تعبت دلوقتي بقى لما ندخل عندنا في الاتش تو بتاعتنا هقولك انا محتاج ان انا اوصل للاتش تو واغير اللون بتاعها اخلي مثلا باللون الابيض مثلا تمام وانا محتاج ان اخلي الفونت سايز يكون مثلا اربعين بيكسل تمام تمام جدا جدا دلوقتي انا مش هدخل في الصور لان انا ما عنديش صور فهاجل الخطوة دي لشوية كده وهنبدأ دلوقتي ان احنا ندخل في تنصيق الجزء اللي تحت عندك هنا تمام هنمسك عندنا الدف اللي شايل عندك الانبوت والزر بتاعنا همسك لك دلوقتي الكلاز اللي قدامك ده وهبدأ دلوقتي ان انا جيلك هنا وهقولك انا دلوقتي محتاج ان انا اديله هنا باك جراوند كالور قبل بس ما نكتب الباك جراوند كالور انا محتاج ان انت تكون فاهم احنا هنعمل ايه بالزبط اللي قدامك ده ببساطة عبارة عن انبوت وزر اللي اتنين جوا الدف بتاعهم طيب ازاي بنعمل كده تعالوا دلوقتي لما نشوف مع بعض طيب قبل ما اغير لون الباك جراوند بتاع الدف اللي شايل عندك الانبوت والزر اللي هو اللي قدامك ده قبل ما اغيره محتاج ان انت تشوفه اصلا تمام فهتدي لك هنا بادينج خمسة بيكسل علشان بس تبدأ تشوف عندك ان في عندك دف انا مديله هنا اللون اللي قدامك ده اللون ده انا لو غيرته مثلا للون الاحمر انت هتبدأ ان انت تشوفه تمام ولكن انا هخليه عندك بيه الدرجة اللي قدامك دي الدرجة دي ببساطة هي نفس الدرجة اللي انا عملتها عندك هنا تمام طيب تعال لما نكمل دلوقتي مع بعض انا برضو محتاج ان انا اعمل لك هنا ويتس وليكن عرض ستمية او ستمية وعشرين بيكسل مسلا و تعال كده بس لما نشوفه ده الشكل اللي ظهر قدامنا كمان برضو انا محتاج ان انا اديله هنا بوردر بص علشان تكون فاهم انا عملت عندك هنا بوردر شايف الحواف اللي قدامك دي انا عملتها عندك نفس الحواف دي احنا برضو محتاجين ان احنا نعملها عندنا هنا فتعال دلوقتي لما نعمل عندنا بوردر مثلا تلاتة بيكسل و هيكون من نوع سولد و انا هديله اللون اللي قدامك ده فهيكون ده الشكل اللي قدامك كمان برضو احنا محتاجين ان احنا نديله هنا بوردر ريديوس مثلا وليكن عشرة بيكسل فيكون ده الشكل النهائي بتاعنا تعال دلوقتي لما ندخل عندنا في الانبوت وندخل عندنا في الزر هنمسك الاتنين دلوقتي مع بعض اقول لك جيب لي هنا الانبوت ويجيب لي هنا الزر تمام وهيقول لك انا محتاج ان الاتنين يكون ليهم مثلا عشرة بيكسل تمام فيكون ده الشكل اللي قدامك كمان برضو انا محتاج ان الاتنين اشيل منهم البوردر خلي مثلا البوردر يكون اه نان تمام هيكون عندك بيق المنظر اللي قدامك ده كمان برضو الاتنين انا هديلهم فونت سايز وليكن عشرين بيكسل تمام فيكونوا بالشكل اللي قدامك ده كمان انا همسك عندك الانبوت لوحده وقول لك تعال كده انا هقول لك انا محتاج دلوقتي ان انا ادي لك نفس لون بتاع الاب بتاعك خلي بالك ان انا هنا اديت الانبوت نفس لون بتاع الاب بتاعه علشان كده انت مش ملاحظ اي فرق بين لون الانبوت ولون الاب بتاعه فتعال دلوقتي لما نعمل عندنا نفس الفكرة انا هقول لك ان انا محتاج ان انا ادي لك نفس لون بتاع الاب بتاعك فاخده وحطه عندك هنا بالمنظر ده فيكون ده الشكل اللي قدامك. تمام جدا جدا. تعال دلوقتي لما ندلو عندنا وليكن خمسة وسبعين في المية. تمام? فيكون ده الشكل اللي قدامنا. وتعالى برضو لما نشيل منه فهقول لك دلوقتي انا هشيل لك هنا اخليه هنا تمام? فلو انا دلوقتي ضغطت هنا عليه فمش هتلاقي عندك هنا كمان برضو انا محتاج ان انا اخلي لون الكتابة انا دلوقتي هنا لما بكتب اي كلمة ده هنا بتكون بيه اللون الاسود. انا محتاج ان انا اخليها عندك تكون بيه اللون الابيض. فهقول لك انا محتاج ان يكون عندك هنا بيه اللون الابيض. فاي كلمة انت هتكتبها عندك هنا هتكون بيه اللون الابيض. تمام جدا جدا. تعالى دلوقتي لما نجيب عندنا الزر لوحده. هقول لك انا محتاج ان انا اغير لون اخليه بنفس لون البوردر بتاع الاب بتاعه. اللي هو نفس الدرجة اللي قدامك دي. الدرجة دي. انا محتاج ان انا اخدها. واحطها عندك هنا. علشان يكون عندك بالشكل اللي قدامك ده. احتاج برضو ان انا اخلي الكلمة نفسها تكون باللون لا بيض. فهقولك انا محتاج ان اللون عندك هنا. القلار يكون باللون لا بيض. وبما اني قررت نفس اللون عندك هنا في الزر. وفي الانبوت فانا ممكن اخده عندك هنا. واحطه عندك هنا في الزر والانبوت بالشكل اللي قدامك ده. علشان ما نقررش الكلمة كل شوية. ممكن ان انا اكبر عرض الويتس مسلا وخليه مسلا عشرين في المية مسلا. فتمام جدا. ممكن برضو ان انا اغير شكل الموس لما اقف هنا على الزر ده. فهجيلك هنا على وقول لك خليه لي هنا تكون فلما اقف عليه يكون ده شكل وقت ما بقف على الزر بتاعي. ممكن برضو ان انا اغير عندك هنا فقول لك اجيب لي هنا الزر ده. وقول لك وقت ما اقف عليه بالماوس. محتاج دلوقتي ان انا اغير اخليه مسلا باي درجة وليكن الدرجة اللي قدامك دي. فدلوقتي انا لما اقف عليه يكون بالشكل اللي قدامك ده. طيب تعال دلوقتي لما نضيف عندنا تنسيقات للصور بتاعتنا. انا دلوقتي ما عنديش صور. ولكن الصور دي احنا هنبدأ ان احنا نضيفها عندنا بالجابا سكريبت. عاوز وقت ما اضيف الصور يكون لها تنسيقات بحيث انها تكون مرتبة وما يقابلنش اي مشاكل. تمام? فانا مسلا هتخيل ان انا عندي ثلاث صور او اربع صور او اللي انت عاوزه. انا مسلا هعمل ثلاث صور. فهتخيل دلوقتي ان انا عندي ثلاث دفات فاضيين. انا على فكرة الكلمة دي مكتوبة غلط. المفروض انها تتكتب عندنا بالشكل ده. تمام? احنا كتبناها غلط فانا هروح دلوقتي ان انا اعدل الكلمة دي هنا. واعدلها برضو عندنا هنا بحيث ان كل حاجة تكون مكتوبة بشكل مزبوط. تمام? طيب انا دلوقتي عملت عندك هنا ثلاث دفات فاضيين عندك بالشكل ده. تعال دلوقتي لما هنبدأ ان احنا نضيف التنسيقات بتاعتهم. هقول لك انا عندي هنا الكلاس اللي قدامك ده. هبدأ دلوقتي ان انا اجيبه عندك هنا. وا Dracula انا محتاج ان انا اديله طول وعرض وليكن مثلا طول ميتين بيكسل برضو عرض عندك هنا ميتين بيكسل ومحتاج ان انا ابدأ ان انا اظهره فه messing program. وليكن مثلا باي لون. ايان اي become يعني مش هتفرق تمام? ممكن مثلا ان انا اضيف نفس درجة اللون اللي انا كنت متديهه عندك هنا ليه الانبوت تمام? ممكن ان انا ابدأ ان انا اضيفها عندك هنا تمام? دلوقتي لو انا جيت لك هنا وعملت لك فعندك هنا اول واحد وعندك هنا تاني واحد وعندك هنا تالت واحد. هما دلوقتي فوق بعض. طب انا دلوقتي محتاجة ان انا اجيب هم جنب بعض. فromeممكن ان احنا نعمل كده بالفليكس وممكن ان احنا نعمل كده مركز فتعلي دلوقتي لما نجيب عندنا الا OP واقول لك تع 맞아 دلوقتي لما نستخدم عندنا ممكن نستخدم المركز وممكن نستخدم اللي انتي عاوزه. فهقول لك مثلاً انا محتاج ان انا اعمل هنا لو انا هعمل عندك تلاتة يبقى هكتب لك هنا تلاتة وقولك ان كل واحد يكون عندك هنا فيكونو بالمنظر اللي قدامك ده ممكن مثلا ان انا اعمل لك جاب ما بينهم الجاب ده يكون عشرة بيكسل علشان بس ايه نبدأ ان احنا نشوف عندنا كل واحد ممكن برضو ان انا اجي لك عندك هنا في نفسه وادله عندك هنا بوردر ريديوس مثلا وليكن عشرة بيكسل تمام علشان يكون بالشكل اللي قدامك ده وممكن برضو اعمل لك هنا بوردر اه تلاتة بيكسل وممكن استخدم لك الدربة دي تمام فيكون ده الشكل اللي قدامك على فكرة بالمناسبة يعني انت لو انت مسلا عاوز ان هما يكونوا اربعة تمام ومش عاوز ان هما يكونوا بالشكل ده يكونوا عندك اتنين واتنين فكل اللي انت هتعمله هو ان انت هتيجي عندك هنا على وتكتب عندك هنا اتنين علشان كده انا لحبة ان انا استخدم طيب انا خليها هنا اه تلاتة بدل ما هتكون اتنين وهروح هنا وهامسح عندك الدف ده تمام علشان يكون ده ايه الشكل بتاعي كمان برضو انا هقول لك لو في صورة تم اضافتها جوه الدف ده تمام لو في صورة تم اضافتها جوه الدف ده انا عاوز ان العرض بتاعها يكون مية في المية من عرض الاب بتاعها اللي هو اخد عندك هنا عرض متين تمام علشان ان شاء الله لما نبدأ ان احنا نضيف عندنا الصور بالجابا سكريبت الدنيا عندنا تكون مرتبة وتكون عندنا مصبوطة تمام طبعا انا الصور والدف دي كلها هيتم اضافتها ان شاء الله بالجابا سكريبت انا بس عملتهم علشان بس ابدأ ان انا اضيف عندك التنسيقات مش اكتر من كده ولكن كل ده ان شاء الله هنبدأ ان احنا نضيفه عندنا بالجابا سكريبت فتعال دلوقتي لما هندخل عندنا في الجابا سكريبت طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه بالزبط دلوقتي انت لازم تفهم ان احنا عندنا حاجة اسمها او شاتجي بيتي بيوفر لك تقدر ان انت تستخدمه والناس اللي مش عارفة شاتجي بيتي او ده زكاء اصطناعي تقدر ان انت تستخدمه او تقدر ان انت تستخدم اللي هو بيوفره لك علشان يقدر ان هو يعمل لك ليه الصور لو انت بعدت له هنا الكلمات او النصوص اللي بتدل على الصور دي والموضوع بسيط جدا دلوقتي اصبح موجود دلوقتي في مصر تقدر ان انت تسجل عليه برقم مصري وفي اغلب الدول العربية كمان اصبح ان هو متاح فالموضوع ما فوش اي مشكلة وفري يعني الدنيا بسيطة جدا كل اللي انت هتعمله ان انت هتكتب عندك اوبن اي اي وهتضغط عندك هنا او هتروح ليه اللينك اللي انا هسيبه لك ان شاء الله كل اللينكات هسيبها لك ان شاء الله تحت في ويتسجل عندك هنا بالرقم المصري بتاعك او الرقم العربي اي ان يكون الدولة اللي انت منها والموضوع بسيط جدا بعد ما بتسجل بتروح عندك هنا على وبتضغط هنا على وبرضو انا هسيب لك اللينك ده علشان لو انت معرفتش ان انت توصل له فهضغط هنا على وبرضو هسيب لك اللينك ده فما تقلعش هنا كل اللي موجود عندك انا عندي هنا واحد وعندي هنا اتنين ملحوظة دي مفروض ان هي تكون سرية ما ينفعش ان انت توريها لحد تمام طيب انا هجيلك هنا وبكل بساطة هضغط لك هنا على نيو سيكرت كي وهساميه مسلا نيو اتنين مسلا انت ممكن ان انت تسميه بالاسم اللي انت عاوزه وهضغط هنا على كريت سيكرت كي فهو دلوقتي عمل لك هنا اي بي اي تقدر دلوقتي ان انت تاخده هنا كابي وتيجي عندك هنا في الجاباسكريبت وتعمل هنا متغير هساميه مسلا اي بي اي وهبدأ دلوقتي ان انا اعمل لك علامتين التنصيص وهحط فيها الاي باي كي اللي انا خدته من اوبين اي 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 وبكده نقدر دلوقتي ان احنا هنعمل المشروع بتاعنا دلوقتي انا محتاج في المشروع بتاعي ده ان انا اوصل عندك هنا لحاجتين الصور اللي انا هبدأ ان انا اضيفها والكلمات اللي انا هاخدها من المستخدم علشان ابدأ ان انا اعمل له الصور دي فانا محتاج ان انا اوصل للاي ده واوصل لي الصور دي. فالانبوت ده مسلا هوصل له من خلال اي دي هعمل لك هنا اي دي مسلا هسميه انب. والصور ممكن اعمله اي دي او ممكن برضو استخدم الكلاس عادي جدا. فهروح لك هنا وهقول لك كونست هبدأ دلوقتي ان انا اجيب الانبوت. فهقول لك انا دلوقتي عندي هنا دوت جيت اي دي كانواخد عندك اي دي اسمه انب. والتاني انا دلوقتي هبدأ ان انا اجيبه من خلال الكلاس. فهقول لك انا دلوقتي عندي هنا كونست. مسلا. ودلوقتي انا عندي هنا دوت كويري. تمام? كانواخد عندك هنا اسمه. فيبقى انا دلوقتي جيبت عندك هنا المكان اللي انا بضيف في الصور. وجيبت عندك المكان اللي انا باخد منه الكلمات اللي انا هبدأ ان انا اكون منها الصور دي. تعال دلوقتي بقى لما هنعمل عندنا الفونكشن اللي بتجيب عندك الصور دي. فتعال دلوقتي لما نعمل عندنا الفونكشن دي. تمام? وعلشان نجربها اقول لك هنا مسلا ايه هكتب لك هنا دي ببساطة انا عاوز ان هي تشتغل لما اضغط دلوقتي على الزر ده. فهروح لك هنا اخدها هنا نسخ. وارح لك هنا في الزر ده. ويقول لك دلوقتي اون كليك. حطي لي دلوقتي الفونكشن دي. شغالها دلوقتي لما ابدأ دلوقتي ان انا اضغط هنا على الزر ده. فتعال دلوقتي لما نفتح عندنا هنا الكنسل. تمام? وهضغط دلوقتي على الزر ده. فقال لك هنا. يبقى دلوقتي دي اشتغلت عندك. تمام جدا جدا. تعال دلوقتي بقى لما نبدأ ان احنا نبني عندنا دي. دلوقتي انا لو رجعت هنا وفتحت وراحت هنا على هتلاقي هنا اشرح لك كل حاجة بالتفصيل. وعلشان توصل للشرح ده هتروح عندك هنا الى微بقى Nine reference. وهتنزل عندك هنا على構س. لو نزلنا عندنا تحت هنا هتلاقي هنا اشتراح لك كل حاجة بالتفصيل المميل. هقول لك انت المفروض تستخدم ايه? وايه هو ريكوسد. ايه هو شكل اللي انت المفروض تبعاته? وايه هو شكل اللي هو المفروض ان هو يوصلك او الرد اللي هو المفروض ان هو يوصلك من اللي انت المفروض ان ان تتعمله. وكل حاجة شرحها لك هنا بالتفصيل. فتعال دلوقتي لما نمشي معه او مع الشرح بتاعه واحدة واحدة. هنا هو بيقول لك علشان ان انت تنشئ عندك صورة. المفروض ان انت تستخدم عندك هنا اللي قدامك ده. فهاخد دلوقتي اللي قدامك ده. وهجي لك هنا وهعمل لك دلوقتي ويسمي المتغير ده اختصار وهقول لك انا دلوقتي هعمل لك هنا وطبعا بما اني بعمل قبل اي حاجة المفروض ان انا هعمل لك هنا قويت. وبما اني عملت لك هنا قويت يبقى المفروض ان انا اعمل لك هنا تمام? وهستخدم عندك اللي اللي انا خدته من ويحطه عندك هنا في المكان ده. طيب انا هنا بعدت ولكن انا محددتش ايه اللي انا عاوزه بالزبط او ايه هي الاعدادات اللي انا عاوزها من ده. زي مسلا انا المفروض ان انا اجي لك هنا واكتب لك مسلا انا عاوز كم صورة بالزبط وحجم الصور والصور دي بتتكلم عن ايه? كل ده انا لسه ما عملتوش. فالمفروض ان انا اجي لك هنا. وافتح لك هنا وابدأ دلوقتي ان انا اضيف لك كل اعدادات اللي انا اعاوزها. وهو شرح لك هنا كل حاجة. شرح لك هنا انت المفروض تعمل ايه بالزبط? فصدقني انت مش هتتعب. تابع معي وهي هتفهم ان شاء الله كل حاجة. انا ممكن ان انا اعمله هنا وممكن ان انا انظم دلوقتي الكود. وبدل ما اكتبه عندك هنا. ممكن اعمل لك مسلا هنا متغير. مثلا. وابدأ لك هنا. وابدأ دلوقتي ان انا اعمل لك هنا المتغير لاسمه وافتح لك هنا كنوع بس من التنظيم مش اكتر. طيب اول بابدأ دلوقتي ان انا اضيفها لك زي ما هو شرح لي بالزبط. تمام? تعال كده بس لما نعمل عندنا هنا النقطتين دول. بيقول لي اول حاجة المفروض ان انا عملها هي الكنتنت تمام? ودي ببساطة القيمة بتاعتها هتكون هي اه ابليكيشن ابليكيشن اه جيسون وي اه تاني قيمة المفروض ان احنا بنكتب عندنا هنا تمام يا رب اكون كتبها صح ودي ببساطة احنا بنكتب فيها اللي احنا المفروض ان احنا كنا جيبناه عندنا هنا فهنفتح عندنا هنا اه تعالى كده لما نعمل عندنا وهنفتح عندنا هنا وهنفتح عندنا هنا هنعمل دولار ساين وهنفتح عندنا الكل و هنضف فيها اللي احنا كنا جيبناه عندنا هنا وتاني حاجة وهي البادي تعالى كده لما نعمل عندنا البادي البادي ده ببساطة هو اللي انت بتكتب فيه معلومات الصور اللي انت عاوزها عاوز كم صورة عاوز مسلا حجم الصور يكونوا ايه بالزبط عاوز مسلا الصور دي تكون بتتكلم عن ايه بالزبط كل ده انت هتبدأ ان انت تشرحه عندك هنا في في اول حاجة انا حط لك كل دول في جيسون دوت سترينج فاي تمام وهنفتح القوسين بتوعها وجوه عندك هنا هنفتح عندنا واول حاجة احنا هنبدأ ان احنا نضيفها هي او انت عاوز الصور دي تكون بتتكلم عن ايه بالزبط لو انت مسلا عاوز الصور عن وردة حمرة بتكتب مسلا عندك هنا او انت هنا بتكتب ببساطة الحاجة اللي انت عاوز يطلع لك من خلالها الصور طبعا انا مش عاوز ان انا اكتبها بيه الطريقة دي انا عاوز ان انا اجيبها من الانبوت فهقول لك جيب لي هنا الانبوت وجيب لي هنا او القيمة اللي بتكون موجودة عندك هنا في الانبوت وتاني حاجة هي الان البساطة هي عدد الصور اللي انت عاوز يطلعها لك انا هقول لك طلع لهنا تلت صور لو انت عاوز يطلع لك اربعة اكتب اربعة عاوز يطلع لك اتنين اكتب اتنين انا هكتب لك هنا تلاتة وعندك هنا او حجم الصور اللي انت عاوز ان هو يطلعها لك. انا هكتب لك ميتين ستة وخمسين في ميتين ستة وخمسين. طبعا عندك احجام كتيرة تقدر ان انت تعملها اختار الحجم اللي انت عاوزه. انا اخترت بس حجم قليل علشان خاطر انت ايه عندي بعافية شوية. طيب احنا دلوقتي خلاص بعتنا الريكوست. ونقدر دلوقتي ان احنا نستلم الريسبونس اللي هو هيكون عبارة عن صور. ولكن لازم نحول الريسبونس ده لجيسون علشان نقدر ان احنا نقرأه. فبساطة الخطوة اللي هنعملها دلوقتي انا هعمل لك هنا بارس للربض اللي هيوصلني. وهيكون مسلا عبارة عن جيسون. تمام? طيب طبعا الخطوة اللي احنا كنا عملناها قبل كده هي وتعالى كده لما نكتبها هنا فيه تعليق علشان ايه نكون فاهمين احنا عملنا ايه بالزبط. دلوقتي ببساطة احنا عملنا او ممكن اقول لك هنا انا عملت يعني بعدت الريكوست ليه اللي هو اللي هو عملهولي. تمام اللي هو عملهولي. يبقى الخطوة دي ببساطة الخطوة اللي قدامك دي عبارة عن ان احنا بعثنا الخطوة دي. والخطوة اللي هتجي ان شاء الله بعد كده هي ان احنا هنحول عندنا الريسبونس لجيسون. فهقول لك انا هعمل لك هنا متغيرة سميه data. وهعمل لك هنا وهاقول لك حول لي الموضوع بسيط جدا. وبس كده تعالى دلوقتي بقى لما نعمل عندنا هنا. علشان نبدأ ان احنا نختبر الرد اللي هيوصل لنا. تعال دلوقتي لما نشوفه دلوقتي مع بعض. هجي لك هنا وهفتح لك هنا الكونسل. وهكتب لك هنا اي حاجة. وليكن مسلا مثلا مثلا وهدوس هنا على وهننتظر دلوقتي فوصل لنا الرد اللي قدامك ده. لو انا فتحته. هلاقي عندك هنا حاجة اسمها داتا. لو انا فتحتها هلاقي عندك هنا الثلاث صور اللي انا كنت طالبهم. فدلوقتي اقدر ان انا اخذ الثلاث صور دول. واضفهم هنا في المكان اللي قدامك ده. الموضوع دلوقتي بقى بسيط جدا. خلينا بس نعمل هنا متغير. هنسميه مسلا list images مثلا. وده ببساطة هيكون عبارة عن ال data. الصور كانت جوه ال data اللي فيها. فممكن دلوقتي ان انا اجيبها لك هنا. واعمل لك مسلا loop اعمل لك ماب اعمل اللي انا عاوزه. ولكن انا هعمل لك ماب. هفتح لك هنا القصين بتاعها. وهكتب لك هنا image او ممكن اكتب لك مسلا photo اين يكن. وهقول لك بص يا معلم. دلوقتي انا محتاج ان انا في كل مرة هعمل صورة ان انا عمل لك ديف والديف ده اعمل لك جوه صورة. اضيف بتاع الصورة جوه ديف ده. فتعال الاول كده لما نعمل عندنا هنا ديف. اعمل لك هنا واسمي المتغير ده مسلا ايان يكن مش مشكلة. وانا دلوقتي محتاج اقول لك ان انا عاوز ان انا اعمل ديف. هقول لك دلوقتي document dot create element ده ببساطة هيكون عبارة عن ديف. الديف ده انا هعمله فين? الديف ده انا ببساطة محتاج ان انا اعمله عندك في المكان ده. والمكان ده انا كنت ماسكه عندك في المتغير اللي قدامك ده. فهنمسك عندنا المتغير ده. وهقولك انا محتاج ان انا اضيف جوه المتغير ده. الديف اللي انا عملته ده في كل مرة يتم اضافة صورة. يبقى انا دلوقتي عملت عندك اول خطوة. محتاج دلوقتي بتاني خطوة ان انا عامل عندك صورة واضيفها جوه الديف ده. فهقول لك بص يا معلم. انا هعملك هنا كونست وهعملك هنا مثلا صورة. الصورة دي محتاج ان انا اعملها بنفس الطريقة بالزبط. فاخد عندك هنا. وهقول لك انا محتاج ان انا اعمل صورة. الصورة دي انا محتاج ان انا احطها جوه الدف ده. فبنفس الطريقة هجي لك هنا. وقول لك جيب لي الكنتينر. وضف لي جوه الصورة اللي انت عملتها. لحد دلوقتي انا عملت صورة بدون ما اعمل لها الـ بتاعها. هجي لك هنا في اخر خطوة. وقول لك جيب لي دلوقتي الصورة. ويخلي لي بتاعها ببساطة يكون هو الفوتو. الـ تعالى كده لما نحط عندنا الفوتو. يبقى انا دلوقتي عملت هنا صورة. وحطت بتاع الصورة دي. واضفت الصورة دي جوه الدف اللي انا كنت عامله هنا. وكل دول انا اضفتهم عندك في اللي هو المكان اللي انا عملته عندك هنا. يبقى دلوقتي انا لو جيت لك هنا مسلا وكتبت لك اه ريد فلاور او اكتب برضو اللي انت عاوزه. وعملت لك هنا فهتلاقيه دلوقتي عمل لك البرنامج بتاعك. ممكن طبعا تعمل اللي انت عاوزه. ممكن اقول لك مسلا اعمل لي وردة حمره. الوردة دي مسلا تكون قدام. افل تاور مسلا اللي هو بورج ايفل. وهدوس على فهعمل لك اللي انت عاوزه ولكن ما مسحش الصور اللي قبل كده. ممكن ان انا اجي لك هنا واقول لك بص. قبل ما تعمل الصور والدفات وكل الكلام ده. ممكن ان انت تسجلي هنا جوه وتعمل لي هنا وتفضيلي كل اللي جوها. وبس كده. ممكن كمان تحسينا ليه شكل البرنامج ان احنا نظهر عندنا تلات دفات بشكل مبدايه اول ما البرنامج بيشتغل. بمعنى ان انا هجي لك هنا وهعمل لك هنا تلات دفات فاضين. تمام ادى واحد اتنين تلاتة. فانا دلوقتي اول ما هشغل البرنامج هيظهر بالشكل ده. كده كده التلاتة دول هيتمسحوا اول ما البرنامج هيشتغل. هيتمسحوا عندك في المكان دة. ويبدأ ان هو يعملك تلاتة غيرهم. تمام? فممكن اقول لك ا 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 Big برجه تمام ا 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 اقل لك هنا واقول لك دلوقتي اعملي مثلا قطة. القطة دي لبسه ا اميس اغضر. واعملك هنا جوه فهتلاقي دلوقتي مساح لك الصور اللي قبل كده واضف لك صور تانية وبكده حلينا المشكلة اللي كانت ظهرة عندنا وبس كده اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وسلام عليكم